اقتفاء اثر الايائل في اقصى شمال سيبيريا لا يتم غالبا بالطرق المعتادة سيما في فصل الشتاء فالثلوج والصقيع يتحدان امام الراغبين في استكشاف اهم ملامح البرية السيبيرية عالم الايائل غير ان الامر مختلف بالنسبة لشعب النينيتس احد الشعوب الاصلية في سيبيريا الذي تكيف مع طبيعتها القاسية حتى اصبح في سعيه لتربية الايائل من مفردات تلك الطبيعة الايائل بلغة النينيتس تعني مصدر الحياة على ارض الواقع لا يبدو ذلك المعنى مبالغا فيه فمن لحم الايائل يأكل النينيتس ومن جلدها وفرائها يلبسون وبواسطتها تحملهم زلاجات الجليد الى حيث يرغبون فضلا عن منافع اخرى في كل مرة يصل فيها النينيتس منطقة جديدة لا يغيب عنهم يقين بان ما يشيدونه من خيام لن تبقى طويلة ومع ذلك يطوعون الوقت ليحصلوا على الاستقرار وفق مفهومهم الخاص المرتبط دوما بما تجود به الطبيعة من طعام للأيائل نمط حياة لا يتعارض احيانا مع رغبة في الخروج عنه على ان الغالبية العظمى من النينيتس لا تتخيل بديلا عن الحياة بعيدا عن البرية والأيائل لم تعد تربية الأيائل لدى شعب النينيتس مجرد مهنة فحسب بل تحولت الى نمط حياة او كما يقول النينيتس انفسهم نحن نعيش لنربي الايائل وليس العكس عمراء عبد الحميد الجزيرة اقصى شمال السيبيريا